سؤال الجاي لكابتن دياء السيد سؤال يخصه جدا عشان ده سؤال لها علاقة بجمعيل النادي الاهلي اللي هي بتسأل طول الوقت هل امام عشور هيبقى مفيد للنادي الاهلي امام عشور على المستوى الفني وعلى مستوى العقلية والترجل اشتغلت مع امام عشور امام انا اشتغلت معاها فترة طويلة في المنتخب وفترة بطولة صعبة جدا ما شايفه عنده شخصية في اللعب شخصية كبيرة جدا اكبر من سنه لعب كبير جريء جدا لانها تعاملت معاها خصوصا في امبارات النهائي لما بندور على حد يلعبك رأيت فاستقرين على امام فانا اللي قعدت معايا يعني الراجل كيروش قال لي بقى خد حاج مانيه وكل الفيديوهات وقعد مع امام لقيته وحش ماشاء الله عليه يعني ما قلت هيبقى الآن اي حد هيبقى الآن طبعا وانت بتلعب مركز مش بتاعك وبتلعب قدام سادي ومانيك لا وحش في نهاية افريقية شخصية شخصية في الملعب شخصية قوية ما بيخافش ما بيحتزش لو على انه لعب كويس صغير في السن انا بشوف انه ده لو تم النادي الاهلي مفيش حاجة يعلنت ما نعرفش حاجة يعني لكن هو لعب كبير تاكي دار كل حاجة كابتن داي يعني لا ما عرفش النادي الاهلي يعلن وبعد كده احنا نقول لي ايه امين طبعا بس هو بيقل لأ لأ الجميل اللي انا مش من الامكان مفيش حاجة يختلف عن الامكانات امام عشور يلوقع قلية امام عشور وهلا هيبقى مستقلة مع الاهلي ولا لأ او الكلام ده انت انت عشرته عن قرب يعني ده لأ لأ هيستقر او بيسمع الكلام وهي هي وانت مدرب ومعاك لعيبة كبيرة هتحتويك وهتخش هتمشي زي اللي ماشي بشكل زي السيستم اللي موجود هتمشي بشكل كويس وهو عايز يقامل حاجة لانه هو الى الان انا بيتقال عليه انت فشلت وانا نفسي بقول كده بقول انت فشلت لنا تمنينا انك يكمل الامور فانت قررت قرار هيحط عليك اعباء كبيرة جدا وجاي من اوروبا جاي لو ده تم يعني انا معرفش هيتم ولا لأ لو ده تم وروحت لانا الاهلي فهيبقى عليه اعباء انه يقدم حاجات كبيرة جدا اخوة انت عارف وانا وطارق عارفين الجمهور هيحتفي بيك ويشيلك على دماغه الى ان الى ان الى ان دي بقى فيها حاجات كتيرة هيرجعه من 180 درجة طول ما انت كويس وملتزم واتلاقي الناس هتلاقي اعلامك في ظهرك هتلاقي جمهورك في ظهرك هتلاقي ادارتك في ظهرك فانت لازم ترجع بتحديات مختلفة جدا فلكن برضو مش عارف هو جاي النادي الاهلي وانا مش جاي اخبره ايه اشتركوا في القناة